كعادتها منذ اكثر من اربعين عاما طهران مشغولة بتمويل اذرعها في المنطقة لدعم طموحاتها اقليميا ودوليا تحت ذرائع ومسميات ثورية عفا عليها الزمن تاركة خلفها شعبا جائعا مثقلا بالازمات الاقتصادية وسجونا تكتض بالمعتقلين وعملة اصبحت قيمتها لا تغطي تكاليف طباعتها ولا تزال مستمرة في تمويل طموحاتها العبثية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان وكتبرير لما يحدث لم يجد الرئيس الايراني من علة اخرى جديدة يتخذها حجة لما يجري او يواسي بها شعبه جراء الهبوط المريع للعملة المحلية وترد الواقع المعيشي الا ما يعتبر ادانة صريحة عليه حين قال ان العقوبات الاميركية على قطاع النفط واغلاق بعض المنافذ الحدودية بسبب تفشي كورونا وانخفاض الصادرات خلق مشكلة في نقل وتأمين وتداول العملات الاجنبية في ايران دون ان يقدم الحلول او المعالجات خبراء حذروا من ان تهور طهران هذا سيوصل ايران الى ازمة اقتصادية خانقة خاصة مع استمرار فرض العقوبات الاميركية عليها بعد تجديد العقوبات الاميركية على ايران وحضر بيع الاسلحة لها انهارت عملتها الى مستويات متدنية جدا والاسباب واضحة انا اتوقع هبوطا اكثر للريال الايراني واذا استمرت السياسة الدولية على ايران بهذا المنوال ستشهد عملتها المحلية هبوطا مريعا جدا اخرون اكدوا ان العقوبات الاميركية على ايران اضعفت الريال الايراني واثرت بصور مباشرة على الواقع المعيشي للمواطن الايراني خاصة بعد تجديدها من قبل واشنطن قبل ايام بشكل صارم العقوبات الامريكية على ايران ادى الى هبوط حاد في العملة الايرانية هذا الهبوط دائما يؤثر على قوة شرائية للمواطن هبوط العملة او انخفاض العملة يؤدي الى اضرار كبيرة على المواطنين على التضخم الاقتصادي ونقص السيولة في السوق وكذلك شراء او استيراد المواد الضرورية لصناعة الاسلحة او صناعات الاخرى وتبقى طهران مستمرة في دعم الارهاب على حساب ثروات الشعبها ومقدراته غير مدركة انها في كل يوم تلف الحبل حول رقبتها اكثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة